انتخذت الرواية دي علشان فلسطين وانا علشان الحب اولا لانها رواية عظيمة ولانها ما اتفق معك لانها البناء بتاعها عامل زي الف ليلة وليلة وعلشان لفترة طويلة جدا جدا الحكاية الفلسطينية كانت بتحكي من انظمة وعندك طبعا السردية الاسرائيلية وعندك السردية الغربية للموضوع الفلسطيني فالرواية دي المرة واحدة حسيت ان دي سردية نحن انك انت اخدت من كل الكذابين دولا كل المصلحجية دولا اخدت منهم السرد وبقى بتاعك وده كان لما تعرض الفيلم في كان سنة 2004 كان اول عرض اول عرض دي كان في كان طلعت مديرة السينماتيك الاسرائيلية ست مثقفة جدا وشكلها لبرالي جدا قعد تسرخ فيها انت كذاب مفيش اي حاجة من الحاجات دي حصلت مفيش اي حاجة من الكلام ده حصل انا كنت هناك انا كنت موجودة لما سنة 48 كنت بتعملي ايه عليها كنت بالطبطبع على ظهر الفلسطينيون سيبوا البلد وامشوا يا حبيبي كنت بخمودي الجراح كنت فيني القتلى اه يعني لا سيبك من القتلى ولا حاجة يعني اقناعتيهم ازاي انهم يمشوا بالطبطبع يعني ولا ايه ايه الكزب في الموضوع كده قدام الناس كلها وبعدين اتعرض الفيلم في نيويورك في مهرجان نيويورك في قاعة ضخمة جدا اسمها الاس تاري هول فيها حوالي 1500 كرسي يوم سابت الصبح يوم سابت الصبح دخلت القاعة جالي هلع لان السابت هو الاجازة الاسمية بتاعت اليهود فشايف كيباس 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 يعني ايه قلت انا حد بح دول جيين لك اه جيين مستحلفين يعني وتوقعت ايه كارسة في النقاش ما بعد العرض الفيلم فيه نقاش وكده وكنت مجاهز يعني كان معايا كل الكتب ومقاطع من اسماعيل اللي هي فيها سرد اسرائيلي وصحيوني اللي وقع سنة 48 اللي يبت برهن على ان كل ده حصل فعلا فانا جاي جاهز فانا جاي جاهز فانا جاي جاهز اه وابتدى النقاش مهزب جدا والناس بتسأل يعني بتكتشف ان مش بس الغرب هو المضلل وبتاع النقاش اليهود ترسوه المضللين ما يعرفوش الحد أو ما بتتحكيش ما بتتحكيش خالص يعني فانت مرة واحدة عندك الحكاية الحقيقة يعني عندك حكاية عندك حكاية بتاع ناس مش قراء ومش افكار ومش يعني ايه مش فازلكات حكاية ناس بني ادمي ايه اللي عشوا كاااااااااااااااااااااااااااه إيه اللي حصل؟ وبيحكوا فلا طبعا السرد بقى بتاعنا بتاع الناس ومش بس من باب الشمس ما انت عندك مخرجين كبار فلسطينيين إليا سليمان نجوة نجار وميشيل خليفي لما عمل عرس الجليل والحاجات دي كلها انك انت ما تسيب لهمش الحدودة دي حدودتنا مش حدودتهم لازمك طول الوقت بقى فيه السردية بتاعاتنا احنا وسترديتهم وزي ما قلت كده السردية بتاعاتنا احنا ايه؟ ما هي ناس ناس عاشهم فلاحين قاعدين في الأراضي انت بتسأل حتى هنا في مصر ما انت بتسمع كلام غريب ساعة ايه ده؟ انت ليه تعمل فيلم عن الجماعة دولة اللي باعوا أرضهم فاوكي حبيبي انت أولا لازم تكون مالك أرض عشان تباعها فعايز تقولي ان كل الفلسطينيين كانوا ملك أراضي يعني ماشي ماشي تاني حاجة لو قريت ثانية البعدة حصل ازاي؟ حتتخد وهو بيحصل قدامك يوميا دلوقتي انت عندك بيت في القدس ها؟ يعني ايه؟ وجدك بناه وجد جده يعني ايه كلهم كانوا مابودين فيه؟ ويجي الاسرائيليين يقولولك اه احنا جايين لنا مهاجرين من روسيا هيعودوا عندك فتقولهم لا طب ماشي طبعا انت حر ده ملكك انما تعالى بقى بص الدرايب اللي عليك ها؟ ومرة واحدة يطلعوله بدرايب قد كده مقدرش يتفحها ها؟ فيتحط البيت بتاعه في المزاد يتبع بتراب الفلوس واسمه ها؟ وانت امشي في البيت ما بقاش بتاعك ده بالزبط اللي حصل في الاراضي ده بص كده فانت يعني عندك حدوتة شديدة القسوة الاراضي من ايام الاحتلال البريطاني ان البنك الوحيد ها؟ اللي كان ممكن تستلف منه كان عربي كان البنك البريطاني بفوايد مفزعة والناس المزارعين ها؟ مستنين المحصول عشان يبيعون مين اللي بيشتري؟ شركة واحدة يهودية خفست بالاسعار الارض بقى عليهم ديون طبعا